بسرعة الأخبار أنه الرئيس عبدالفتح السيسي تلقى اتصال هاتفي من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسو تاكس والسفير بسامر عضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال أنه الاتصال ده تناول سبل مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد وبحت سبل تعزيز التعاون المشترك اللي بيجمع البلدين على مختلف الأصعيدة سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وأبرس واليونان تم تأكيد خلال الاتصال على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة الشرق الأوسط مع التشديد على أنه منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار أضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول تطورات الأخيرة في القضية الليبية حيث تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية والذي لم يزد القضية إلا تعقيدا ولا يحقق سوى المنفعة الذاتية لتلك الأطراف على حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وإرادته الحرة كانت هنا كانت في التقريب